أنا كنت بدأ أسألك أنه ميسي أنت عملت لنا فيديو طويل عن رونالدو وقلت اللي بتعرف تعمل دي وبتعرف تعمل دي فهلا بدنا نسألك رونالدو طلع من ريال مدريد فهل ميسي يعرف يعمل دي وبيطلع ميسي يعرف يعمل أي حاجة ده ميسي مشكلت أنه طلعب بيعرف يعمل دي أنا كنت فاك Happen انه بيعرفش يعمل دي بس طلعب �يعرف يعمل دي مربانا يوسطو ريالي الموضوع ده باقتصار يعني أنا شايف أن أو أنا تعلمت من مواقف كتير سابقة إن الحكم المبكر ما بيطلعش أراء دقيقة لعدة أسباب أولاً لسه ميسي ما تكلمش ده المواطر رقم واحد المواطر رقم اتنين كلنا تعلمنا خلاصاً وسائل الأعلام سواء الكتالونية أو الأرجنتينية أو في أي مكان في العالم بتبقى مقربة من مسؤولين أكتر من مسؤولين وممكن أحياناً بيتم الترويج لمسؤول عن طريق أخبار ما بتصرب بشكل أو بآخر زي فارتومي دلوقتي لما بيدي لك الإحساس بتاعنا بنكلم إلن ألند وحنجيب بشعارف فلان وهنجيب فلان عشان يدي انطباع للناس إنه خروج ميسي ده مفيد للنادي ولما يطلع هوا شخصياً يتكلم يقول أنا بحب ميسي أنا بموت في ميسي أنا عايز أعود مع ميسي أنا ممكن أستقيل عشان ميسي فأنيوي إحنا ما سمعناش من ميسي وبنسمع من الناس إحنا مش وصقين قوي في أجندتهم فاللي حينتج رأيي دلوقتي حيحصل له حاجة أولاً الرأي ده بناء على معلومات غير مكتملة ثانياً اللي انت عارف وانا عارف وكل الناس عارفاء إنك لو قلت رأيي دلوقتي يطلع غلط المشكلة الأكبر هتبدأ المتمسك بيا عشان ما بقى شكلك وحش صحيح طول التحارب بقى على نفس يعني مثلاً اللي هيقول إن ميسي خرج بسبب إن سوارس خرج بعدين يحصل إن المعطيات تطلع معلومات تطلع يطلع الموضوع مش سوارس خالص لأ هو خرج عشان سوارس هو بيحس إن الموضوع بيجي على كرامته الناس أحياناً بيتوحدوا هم ورأيهم يعني مبقاش هو شخص وده رأيه لا هو ورأيه وشخص واحد والتعرض لرأيه هو التعرض لشخص فأنا بنصح يعني إن الناس تتعامل مع المعلومات تحاول تفهم تنتظر اكتمال المعلومات ثم تخرج بوجهة نظر كل واحد طبعاً في النهاية لأن ده موضوع من المواضيع اللي مش كل الناس هتبقى عندها نفس الوقت النظر مستحيل طبعاً طبعاً في نسحة كلوم ميسي في نسحة كلوم النهادي في نسحة كلوم الاتنين وهكذا طبعاً وهلأ بلش بعض الأصوات تطلع يعني بعد إحدى الفيديوهات اليوم اللي تكلموا فيه إنه ميسي لسه ماعتذر عن الثمانية لحظت كتير كتالونيين في السوشيال ميديا بدأوا يستسألوا ليش ماعتذر هنا خلينا نحكي توقيت الخروج عفيف إذا خرج طبعاً وإذا فعلياً هو مصر لهذه درجة على الخروج توقيت هذا الموضوع بعد خسارة بتمانية بعد خسارة الدوري وبعد خسارة الكأس وسفر ألقاب ما بتحس إنه فيه نوع إنه زي أنا رفع داي والسلام عليكم يعني فيه نوع من الاستسلام ممكن يقرأ بالشكل ده بس هو برضو هرجع أقولك نفس الفكرة احنا مستنينوا يتكلم لأن أنا دلوقتي لما شوفها من برّة من برّة خالص بدون أي معلومات أنت كتن الفريق أنت قائد النادي مش قائد النادي في جيله الحالي أنت لو لو بنحط صور أساطير النادي احنا بنحطك في النص فدي مش ظروف أنت تخرج فيه لكن لو هو خرج واتكلم وقال إن أنا بتعرب للظروف بقالها سنين وإن القادم هيكون أسوأ وأسوأ 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 وإن كان من مصلحتي ومصلحة المشجيين ومصلحة النادي إن أنا نكشف السطار عن كل ده بخروجي يمكن تتفاهم يمكن تتفاهم ويمكن ما تتفاهمش فأنا بقولك المفتاح بتاع فك كل الرموز إن ميسي يتكلم مش لما ميسي يتكلم الحقيقة هتظهر لا بس هيبع عندك جانب آخر من الحكاية وبنان عليها عواد هيبع عنده وجهة نظر وعكيف هيبع عنده وجهة نظر والناس هيبع عندها وجهة نظر لكن طول ما ميسي ما تتكلمش وده عيب ميسي بالمناسبة إنه بيتكلمش صحيح أو منتظر يمكن لما بارتوميو خلص كل اللي عنده خالص خالص فبقى يطلع هو يتكلم في كل الحالات الصورة هنا هتبقى واضحة ومن حق كل واحد يكون وبيتنظم بس مبارح عفيفي يعني لما تشوف أول ما طلعت ساعات الخبر واضح كانت في حرب إعلامية صحافة كتالونيا اللي هي صحافة بارتوميو الموندو ودول الناس عم بيبثوا أخبار وصحافة الأرجنتين عم بتبث أخبار صحافة كتالونيا عايزة أو صحافة بارتوميو عايزة تسفه وتتفه من ميسي صحيح خرج عشان سوارز خرج عشان كذا عشان يدي انطباعة دايماً للناس إن انتوا بتتكلموا عن واحد مش مهتم بيكو ده واحد مهتم بأصدقائه صحافة الأرجنتين ممكن يكون بيتسرب لها معنوات من ميسي نفسه طبعاً أو ده الأقرب ده الأقرب للتصديق بس في النهاية أنا منتظر أن ميسي يطلع يتكلم لأن ميسي لو ما طلعش يتكلم فأسوأ الفروض اللي بتفترض فيه هيستحقها يعني لو أنا في الآخر صاحب الشأن في موضوع بالحجم ده أنا مش مؤيد إن كل واحد يطلع يتكلم في كل وقت أنا بشوف إن السكوت أفضل من الكلام بس في موقف زي ده لو أنت ما تكلمتش ما ترجعش بعد كلا تقول الناس فيهمت غلط لأن انت حطت الناس في صدمة كهربائية ما ينفعش وهما بيتعرضوا لها كيف أنت سكت أنا شخصياً متوقع يحط صورة هيك إله ذاكرة ويقول كلمتين وخلاص ما يحكي لنا شيء عن ميسي يعني أنا متوقع ساعتها كل الزنون السيئة فيه ما يقدرش يلوم الناس عليه مش هيقدر يلوم حد عليه بما فيهم مشاجعين برشلون كتوقع عام عفيفي خلاص نعتبر إنه ميسي للأسف برا اللي جاء آه غالباً بالشكل ده غالباً آه الموضوع يعني المهم من بارتوميو طالع بيقولك أتمنى أشوفه في باريس أكتر من السيتي بقى له رأي كمان في الموضوع راجل مش مكفي يعني راجل مش مكفي كل اللي بيحصل ده ده عايز يديلك مزاج ده أنا مزاجي كمشاهد كده نتفرج عليه في باريس ياعم انت مالك بارتوميو بعد برشلونة نائب رئيس ريال مدريد دارك لا ده رمز لكن ده رمز ده رمز فعلاً ده راجل تسلم ده راجل تسلم فريق مكتمل عناصرياً وفلسفياً يعني الفريق ده على مصطلع عناصر مكتمل وكلهم عارفين ايه كرة اللي مقروطة لعب والفريق ده بيلعق في الشامبيونز ليج زي ما هو عايز بيروح حكسة في البرنابيو زي ما هو عايز بياخد الليجة في أسوأ ما هو اسمه يعني موسيمين فالفيردي يولون ما تقدمش فيهم أي كرة بأي شكل وبياخد الليجة عادي جداً ونجح بعد إصرار وعزيمة وده يعلم الشباب الصغير دايماً الإصرار والعزيمة بارتوميو بس بإصرار وعزيمة وفاولينيو وكيبين برينسب واتينج ومالكوم وكل مازل مجهود كبير جداً عشان يوصل للفريق للحال اللي احنا شايفنا النهارة دي بصراحة بارتوميو اللي عمله يعني عفقري عفقري بالناحية الإدارية عفقرية ما زلت أنا مش فهم مش فهم الورقران نموذج نموذج كفاح نموذج للكفاح طيب لنفرض بما أنه منحكي ميسي طلاع لو أنت كنت رئيس برشلونة أو مش بارتوميو طبعاً يعني عذرني يعني مش بارتوميو رئيس برشلونة بدي يفكر صح الله يسام حكاً آه بني عارف أنا أسف يعني أنا أسف لو أنت رئيس برشلونة بدي يفكر صح شوف طريقة تعويض ميسي هل حتعوضوا أول موسم ولا تقول لا الموسم الأول لازم أترك فوضى أشوف شو يصير عشان أعرف زي ما عملوا ريا مدريد نترك الدنيا بدون رونالدو عشان نشوف هون مشاكلنا بدون رونالدو وبعدين السنة الجاي منشوف مين بديله أولاً عملية تعويض ميسي عملية مستحيلة تعويض ميسي بلاعب هي عملية مستحيلة 100% والسير في الطريق ده هيضيع منك وقت وحيضيع منك فلوس وحيخسرك ألقاب وحيحطك في مشاكل أكتر من اللي أنت فيها تعويض ميسي هو تعويض شكل كان معتمد على ميسي بشكل آخر غير معتمد على ميسي هو ده تأدير الشخصي دي الطريقة اللي يفترض يكون يفكر فيها أي إدارة لك عام ميسي لا يمكن تعويضه طب يلاً نلعب بطريقة مختلفة يلاً نشوف مثلاً سادي وماني أخباره إيه الأخبار طالعاً سادي ومانيه مش عايزي جدد يلاً نشوف ألن أخباره إيه يلاً نشوف نيمار نفسه ممكن أخباره إيه أنا كنت ضد فكرة نيمار تماماً في وجود ميسي كنت ضدها متين في المية في وجود ميسي لكن حلال ممكن يكون نيمار فكرة ممكن يكون فكرة فتقدر تعود الشكل بشكل آخر مش ميسي بلعب آخر لأن ده مش هيحصل جميل يعني الله يعينكم لأنه بصراحة الصفقات تاعت مدرشلون وبدأت تفكر فيها الفريق يعني أكثر فريق خسر في تاريخه لما بيع من 220 مليون يعني خسر 400 أنا أعتقد هنا هرقع ياري مينا فهو قدر رقع حنصفع حنصفع البريمير ليج على وجهه وناخد منهم ياري مينا أنا في فيديو انتشر للكابتن أحمد حسام ميدو وبتكلم عن كومان وأنه فعلياً مستفيد من خروج رينال ميسي هل بتشوف المدرب الجديد اللي جاي بدي يكون مستفيد من غياب يونيل ميسي وهل هو فعلاً لو ضل يونيل ميسي كان حيتصادم معه في تأديري آه المدرب الحالي مستفيد من خروج ميسي لعدة أسباب أولاً مشاكل برشلونة أكبر بكتير من أن يحلها ميسي وده ثبت خلاص في الموسم الحالي في وجود ميسي انت مخذتش الدولة وخرجت من الأبطال بفضيحة فوجودك هيبقى شبه وجود ستين كان مدرب جديد لكن في حالة خروج ميسي انت الضغوط كلها ترفعك من عليك لأنك أول أول محدة هيكلمك أو هينطفتك هتقولي يا جماعة أنا استلمت فريق بيعتمد من 2009 على أفضل لعب في التاريخ وإن ما كانش أفضل لعب في التاريخ عموماً من وجهة نظر الجميع فهو أفضل لعب في تاريخ النادي على الأقل من وجهة نظر الجميع دي اللي عليها إجماع ولعب ده فجأة ما بقاش عندي فلازم يحصل دروب أرجوكوا تقبلوا بالتالي هيبقى عندك مساحة أكبر أنك تغرب وتغلط وتخسر ومحدش يلوم عليك اللوم دايماً هيبقى على فكرة رحيل ميسي سواء اللوم اللوم على ميسي نفسه أو اللوم على فارتوميو بس في النهاية أنت كمدرب أنت طالع للناس تقولوا معي أدوات أقل أعملكه إيه فالناس هتبتلي حتى تصبر عليك أكتر ده دي نقطة النقطة الثانية التعامل مع ميسي بالتأكيد صعب في قلت اللبس بالتأكيد صعب مش ميسي ميسي كريستيانو رونالدو نايمار مبابي حتى لو هو لسه صغير لعيبة عند حجمه معين بيبقى حجمهم أكبر من أنك تستوعبهم لأن النظام بقى إزاي زمان أنت لعيبة ممكن يسحى الصفح يقولك بيقولك سلام عليكم في باريس سانجرمان في منشستر سيتي في منشستر يونايتد في يوبانتوس في أي حد أي أن كان أنا فيه أقدر أنتقل منه المكان تاني أنا مش مجبر أضيع من عمري وقت مع واحد مدايقين أو بيولهير طبعا بمنتهى البساطة وده السبب اللي أنا كان مشككني شوية أنه ممكن جوارديولا يعرف يشتغل مع ميسي النهاردة يعني جوارديولا يشتغل مع ميسي زمان رجوع له ميسي الوحش الان وهو يعني ميسي تغير وجوارديولا تغير يعني ميسي اكتسب قوة ونفوذ وشهرة وووووو أضعف مضعفة عن ميسي لسابه جوارديولا سنة 2012 وجوارديولا بقى ميكانيز جدا كمدرب وبقى بيعتمد على الخطة والطريقة أكتر من الأفراد أكتر بكتير من جوارديولا 2012 صحيح فالنهاردة ده واحد تطرف أقصى يمين وضو تطرف أقصى بيعتمد إزاي ممكن يكتمع وأنا مش عايز بس يمكن يكون في حل طيب شعبيت الليجة وشعبيت برشلون أخي نكون صارحين يعني كانت لفترة يطلق على بعض جماهير برشلون الصغار في العمر أيام 2009 طبعا هلأ صاروا معظمهم بجوز حتى إعلاميين وصحفيين أطفال 2009 نعم أطفال 2009 صاروا دكاترا يعني صراحة يعني بالعمر وراهقين 2009 هؤلاء الناس هل لو ما يطلع ميسي هل حيضلوا مكملين والتوقع في جزء منهم حيقول شكرا أعتقد هيكمله أنت كل إنسان في العالم بيرتبط بنادي لسبب ممكن لعب ممكن جيل ممكن مدرب ممكن حالة ممكن قضية في النهاية اللعب ينتهي والمدرب بيرحل والقضية بتنتهي وكل الأمور دي بتنتهي وانت بتكمل مع نادي لكن هل الجماهير دي هتتعاطف مع منشستر سيتي لو راح منشستر سيتي بتأدير أن آه أنا حاليا بشجع منشستر سيتي عشان جوارديولا وبالمناسبة أنا بحب جوارديولا كتير من ميسي فأنا أنا هشجع منشستر سيتي عشان جوارديولا لكن مثلا مش زي برشتور مش هشجعه زي ما بشجع برشتور لكن هل هم هيكملو حتماً هيكملو أو في اعتقادي يعني على الأقل هيكمل وبتتوقع الليجة تخسر كتير طبعا يعني من حيث الاهتمام من الإعلام. خب بالك خب بالك اللاليجا انت طبعا اكيد متابع السوشال ميديا بتاعت اللاليجا بكل اللغات الناس كانوا بيعصروا ميسي. النهاردة يجيبونه فيديو الاهداف. بكرة فيديو الاسستات. بعده فيديو المراوغات. بعده فيديو بفور وافتر. وحاجة عملها في 2009 وعمل زي في 2019. وكل ده ما دخيل للليجا. طبعا طبعا. عن طريق السوشال ميديا وعن طريق الدعاية وعن طريق حقوق البث وعن طريق وعن طريق. فالليجا شخصيا عندها مشكلة النهاردة بخروج ميسي بعده خروج رونالدو كمان. طبعا. لان انا برضه عشان اخر نقطة في انا حضرت مباراة كلاسيكو البرنابيو المسلم اللي امتهى. اللي فاز في ريال مدريد. فواحد صديقي هو الممكنش عارف اجيب التاكت هو اللي جابها لي قال الموضوع بقى اسهل كتير من ايام ما كان رونالدو مابوضة. وهو بيتعامل مع النادي دايريكت. فهو فيه شغل بينه وبين نادي ريال مدريد نفس. فبيقولي الموضوع والاسعار بقت اقل كتير من بعد خروج رونالدو. ما بقى لك بعد خروج رونالدو وميسي كمان. اه اللي جي محتاج يتفكر بشكل مختلف. اعتقد فيه سنة او سنتين حيكون فيه دروب ملموس. لعن ما يقدروا يجيبوا امبابي. طيب. بالنسبة لأيجارات. بلاش. 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 حيقولك هذا النادي منحوس بيجيبش الابطال. اروح اللي بيجيبه. اه. بللي بيجيبه بأي طريقة. وبكل طريقة. ايه. وبأي لاعب. مش مشكلة.